ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة المغربية عائشة مهماه بعدما أعلنت خبر مرضها ومعاناتها في صمت خلال الفترة الحالية وتعرضها للطرد من قبل إحدى المصحات الخاصة بدعوى عدم توفرها على شيك ضمان لتلقي العلاجات اللازمة ونشرت مهماه صورة عبر حسابها على فيسبوك تعلن من خلالها عن مرورها من أزمة صحية وعن عدم تمكنها من الدخول لإحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج وعلم اليوم 24 من مصدر خاص أن الفنانة ستجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة إلا أن شهرتها ومسيرتها الفنية لم تساعدها في الحصول على حقها من التطبيب والرعاية اللازمة وناشد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل للتدخل وإنقاذ الفنانة عائشة مهماه من الوضعية الصعبة التي تمر منها وجاء في إحدى التدوينات عبر فيسبوك أرجو التدخل العاجل من طرف جلالة الملك محمد السادس كما جرت عادته لإنقاذ الفنانة عائشة مهماه من الأزمة الصحية التي أصابتها وطلب منها شيك للمصحة قصد دخولها للعلاج وأبدى العديد من المشاهير تضامنهم الواسع مع الممثلة معتبرين أن الأخيرة تستحق الدعم والمساندة اعترافاً بالأعمال الناجحة التي أمتعت بها الجمهور لسنوات طويلة وفي السياق ذاته حاول اليوم 24 الاتصال بالممثلة المقتدرة عائشة مهماه إلا أنها تتحدث بصعوبة بسبب تعرضها للاختناق حيث اكتفت بي أنا مريضة جداً لا يمكنني التحدث إليكم ترجمة نانسي قنقر